الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإن الله عز وجل يجزي عليه الثواب الجزيل والأجر العظيم في الحديث القدسي الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به فهذا دلالة على فضل الصيام وأن الله عز وجل تكفل بجزائه وثواب الصائمين الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإن الله عز وجل يجزي عليه الثواب الجزيل والأجر العظيم وقيل إنه يوم القيامة ينظر في عمل العبد فإذا كان عليه مظالم فإنه يؤخذ من هذه الحسنات أما الصيام فإن الله عز وجل يجزي به الصائم ويرفع عنه كل مظلمة بسبب صيامه ولأن الصيام لا يدخله الرياء ولا يدخله النفاق فهو أمانة بين العبد وبين ربه ولذلك اختص الله عز وجل بأن جعل أجر الصائمين عليه تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ترجمة نانسي قنقر